أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نتكلم على بعض الأمور المهمة. بتحديد اللي بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. واللي مؤخرا الأمور ابتدت يعني بشكل أو بآخر تتزبط شوية على الصعيد الفني وعلى صعيد النتائج. بعد فترة كانت مليئة بالإخفاقات. سواء من خلال خسارة قدام الزماج في نهاية كاس مصر. خسارة قدام بيراميدز كمان في مباراة كانت مهمة جدا في مشوار بطولة الدوري. لكن هي كانت مرحلة صعبة على الفريق. يعني عوامل كتير جدا أثرت على الفرقة. كلمنا فيها مرارا وتكرارا. وقلنا كمان أنه ممكن يكون فيه تقصير بشكل أو بآخر. وممكن يكون فيه أخطاء موجودة برضو بشكل أو بآخر. وده اللي قاله كابتن محمود الخطيف في كلمته الأخيرة. لكن الأهم دايما أنت زي تعالج أخطائك. وإزاي تبقى عارفها أصلا عشان تعرف تعالجها. ومجرد بس أن أنت تبقى ملم ومدرك السلبيات اللي عندك. فده بداية الإصلاح السريع كمان بالنسبة لنادي الأهلي. وده اللي احنا تعودنا عليه دايما داخل النادي على مدار التاريخ. في الحقيقة الإنكسارات أو التعصرات أو الكبوات في النادي الأهلي بتبقى قليلة. ليه؟ لأن الناس صريحة مع نفسها. على مدار مجلس الإدارات المختلفة. الناس تبقى صريحة مع نفسها. إحنا الفترة دي وحشين. آه يا جماعة إحنا وحشين بصراحة. مش هنكابر. أخطاء أنا إيه؟ واحد اتنين ثلاثة. طب هنعالج إزاي من خلال الطرق دي والصبل دي. يبقى إن شاء الله هنعالج بسرعة ويصطفيق الأهلي سريعا. وده اللي هيحصل بإذن الله. وأنا بقول لكم تركبوا الأهلي في الموسم الجديد. بشكله الجديد بعناصر إضافية. بالعناصر اللي خدت راحة دي. عناصر كلها مهمة جدا. وعندها تاريخ مع النادي الأهلي بالعناصر الشابة. فهتلاقوا توليفة حلوة قوي للأهلي. اسمع مني. هتلاقي توليفة حلوة قوي للأهلي الموسم الجديد. وحتلاقوا شكل مغير تماما. عن الفترة اللي فاتت كلها. والأهلي على مدار التلات سنين اللي فاتوا. الأهلي مرايحش. الفرقة مرايحتش. لكن في الفترة دي لأ فيه عناصر اللي كانت محتاجة الراحة بتريح. في نفس الوقت انت بتستكشف عناصر شابة. وفيه عناصر منهم مبشرة جدا. في نفس الوقت فيه لعيبة أصحاب خبرات. ما كانوش عندهم فرص انهم يشاركوا فترات كبيرة في عائدت. بيشاركوا دلوقتي. ومتقلقين ويقدوا بأداء جيد جدا. فإن شاء الله بإذن الله الموسم الجديد حيكون مغير بالنسبة للأهلي. عايز أتكلم بالتحديد عن أخي المطشين. الأهلي لعب الاتحاد فاس 3-0. بأداء كان مميز جدا ومكنع جدا. وده انتيجة كبيرة على فرق كبير زي الاتحاد السكندري. في موارا شهدت تقلق عدد من العناصر الشابة. وأيضا من العناصر الكبيرة وأصحاب الخبرات في الفرقة. لكن كانت بداية عودة الروح بالنسبة لنادي الأهلي. التأكيد على عودة الروح كان من خلال المباراة الأخيرة قدام مصري ببورس عيدة كسبت 2-0. الأداء ما كانش قوي. وأنا يعني في المرحلة اللي زي دي إحنا مش مستنيين أداء بصراحة. أه مستني نتائج. مستني أن الأمور أو يعني عايز أقول إيه التعصرات ما تبقاش أكتر من كده. فأنك تكسب المصري فرقة قيلة. فرقة قوية معها جاسفاني قوي. تكسب 2-0 فدي حاجة كويسة في ظل الظروف اللي انت فيها دلوقتي. طبعا مش هي دي أحلام الأهلي بس. ولا هي دي طموحات جماهير وبس. لكن هي مرحلة من المراحل اللي لازم أنت تمر بيها. وتحاول تخرج منها بسرعة زي ما احنا اتكلمنا. لكن انتصارين كانوا مهمين جدا للنادي الأهلي. المهمة قوي قوي قوي. إن النجاز فاني يبني عليهم. اللعبين يستعيدوا ثقة كبيرة ونسبة كبيرة قوي من الثقة خلال ما تبقى من مباريات في هذا الموسم. أي أن كان بقى صعيد كاس مصر لو الأهلي حيلعب حسب رؤية الإدارة. أو على صعيد بطولة الدوري والمباريات المتبقية للأهلي. فبالتالي مرحلة أنت ستستفاد منها. لها أهداف مختلفة منافسة على البطولة خلاص بقت صعبة. الزماريك بيقرب جدا من بطولة الدوري. لكن أنت لك أهداف مختلفة عشان تقدر تبني على المكاسب اللي هتكسبها من المرحلة دي للموسم الجديد. فالدنيا تكون أفضل بكتير ومراحل بإذن الله معك السنة الجاية. فأنا عجبني قوي الانتصارين اللي فاتوا بجوانب أخرى مهمة ومكاسب كتيرة. أبرزة أنت مدخلش فيك أهداف بقلك مطشين في الدوري أو أكتر؟ لا بقلك أكتر. أنت مطش فارقه حتى اللي تتغلنا فيه هدف في ضيحة. مدخلش فيك أهداف مطش المقاولين. مدخلش فيك أهداف واللي ما تحسبلناش ضرب الجزاء في ضيحة أو ضيحة برضه. فالأهلي ما بيتلقاش أهداف في مرموها. لكن دائماً اللي هاملنك تجيب أهداف. هذا اللي حصل في آخر مطشين في الدوري مع الاتحاد والمصري. المطش اللي جاي في الدوري إحنا عندنا إسترن. إسترن كومبيني. فريق بينافس على البقاء في بطولة الدوري مع الكابتن علاء عبدالعال. ده مطش يوم الأربع اللي جاي في بطولة الدوري. مع الكابتن علاء عبدالعال. مدرب مخاضران عنده خبرات كبيرة. فمطش مش هيكون سهل إطلاقاً. إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيه المباراة دي ويقدر يفوز. هتقول لي طب وموقف الأهلي إيه من المباراة يوم الحد من المفترض أن هي مع المقصة بكرة. هقولك دي حاجة إحنا مستنين فيها قرار الإدارة بشكل نهائي. عشان دايماً إحنا بنتكلم في الإطار الرسمي.